موسيقى أسيديانا نعيش في الدول الأوروبية وعندما نحدد اسم الدولة التي نفيها حتى تلقيت بمكالمة نهار 18 في 8 من الإبنة ديالي القاصر اللي عندها 15 سنة قلت لي يا بابا سيأتي وننتحر قلت لها لماذا أبنتي تنتحري؟ أنا في الأول كي تسحبني وش تعرضت لشي اغتصاب قلت لي يا بابا خاصتك تجي لأن أمي خرجت على الطريق قلت لي بمعنى قلت لي أن أمي ولدك تجي سكرانا وقد تعطى الحبوب المهلويسة ويأتي عندها بعض الرجال حذبه بالطار وقد تعطى الفاسد قلت لها بنتي أنا مانطيقكش حين الأم ديال كانت 17 عام وأنا مجوج بها وخا عندها صوابق أنها عندها جوجه أولاد من الفاسد فأنا ردت وعد تانويها أعطينا العهد بأنها ما تخلني منخونها واشتيخوتكرا كبار ذابا اللي بنت عندها 23 وعشرين ودري عنده 20 مستحيل مكدر هادشي وما عمني شتو عليها سكرينات ديال المحادثة ديال الأم ديالها بين وبعض الأشخاص في النطاق الجنسي وصفتت لي فيديوات كي يجيون الناس حذبه بالطار وصفتت لي أوديوات فيهم الهضراء الخايبة يعني مثلا بحال عجبتيني عجبتك البارح كيف جيتك كذا يعني ذلك شي دليل قاطع في هذه اللحظة أنا قررت باش ندخل الأرض الوطن الحمد لله لي لهمني الله بالعقل ديالي ما درت شي حاجة خايبة يعني كون شيت الضار أكيد كنت غضي القامعة حتى ما ونصدقهم دابزين ضاربها ضرباني واحد في القبر واحد في الحبز الحمد لله نورني الله بالعقل ديالي ديالي درت شكاية لدى جلالة الوكيل المالك في المحكمة الابتدائية درتها ومشيت غبر التحد ما عرفني حتى كانت تفاجأ بتلفون من عند الشرطة عيطوا لي قولي خذوا الأقوال ديالي بدأوا التحقيقات ديالهم مشاو جابوا ذوك الناس اللي أنام متاهمهم جابوهم حقوا معهم دروا اعترافات تلقائية بينها تربطهم علاقة جنسية مع المشتكية عليها في هذه اللحظة مشاو جابواتها هي بدأت كتنكر قتنكر قتنكر قتلهم هادش مكاين شو هادش كذوب وكذا كذا هم بدأوا توجوها مع ذوك الناس اللي جابوهم اللي اعترفوا فهذه الساعة ملقاتش أي حجة ولا خط رجعة للنكران فاعترفت اعترافات تلقائية بأنها تعطى الفساد منذ زمن طويل وانا مفخ باريش وبأنها هادشي كتديرو وهادشي اللي قال هادشي كله كين وتادشي اللي قالوا هاد الناس راه كين وانها كتكري بعض الديور في قليز ومع ذلك الناس وبعض المرات من المالي الخاص اللي كانت صفت لها انا بشتعيش بأولادي كتكري بعض المالات لكي تشبع الرغبات الجنسية ومع ذلك المشاركين وهذه هي القصة كاملة والحمد لله أنا عندي معها ثلاثة ثلاثة ديال ابنة ابنت عندها خمسطاش وولد عنده اتناش والاخر عنده عشر سنين ومن هذا المينبار ديالكم كان بغي نقدم الشكر الخاص للعادلة انا قبل ما تكون عندي هذه التجربة كان سمع غالبية الناس تقولوا البلاد ما فيهاش القانون ما فيهاش لياخذلك حقك كان قولهم انا العكس وقسم بالله العالي العظيم وهذا الادان ديال العصر الا العدالة والقانون فوق الجميع بدليلها انا قدامكم تخدالي حقي في الظرف واجيز اكيد الميستارة كتاخد شوى ديال الوقت ما بيندرت الشيكايا بيديو ما بتمشي للبوليس كتاخدوا واحدة الخمسة ايام ستة ايام والبوليس باش يديروا التحريات ديالهم ولكن في الاول والاخير الصوت الحق لا يعلى عليه القانون فوق الجميع هذه معلومة كنبغين نمرها لجميع الناس اللي عندهم بحال هاد المشكل ديالي وخايفين بان القانون ما ياخدلهمش حقهم كنقول لهم لا راكم غالطين سيروا القانون القانون موجود الحمد لله اشي قدي نقول لك خسك تسوني على نفسية ديالي انا اللي قنعرف مهم قبل منهم انا 17 سنة ولا مزوج بيها وكيف ما قلت لي قديتها كبر مني بسين بسين بسع سنين وحيتها من الفاساد وربيت لها جوجو ليدات ديالها من الفاساد وعاد نجبت معها تلتة ديال الدراري انا اولا انا تضمرت انا دابا كان سيني يدوز المحاكمة وخص يمشين عن طبيب نفساني باش نفرغ هذا الصدمة اللي عندي لداخل وكذلك الابناء ديالي ما بقاوش ارضاوي قعدوا في الحي اللي احنا فيه كي بدوا يقولوا سيروا ياولاد الفاعلة سيروا ياولاد التاركة ودابا غيز ديالهم سيروا ياولاد الحباسة هذا الشيء ما كان رضاهش لا ليه ولا الغيري اللي يجعل شيء مومن يتصب بهذا الشيء اللي تصبت به انا يا صدمة قوية وقوية بزاف بزاف ماشي شوية اول حاجة وثاني حاجة هواني كنشكر الشكر الخالص لجميع الجهات المختصة لا من الشرطة لا من المحكامة كل شيء خدم على ما يورام كنقول لهم الله ينور طريقكم والله يخذ بيدكم والله ينوركم العدالة إلا أنك دولية حقي وكما قلت لك من قبل الناس يقولوا لا يخذ لك حقا كنقولون بالعكس القانون كاين وتأخذوا حق أي واحد بالحق يكون الواحد يخدم عقلوك يمشي في الاتجاز صحيح ما يديرش شرعي ديه وما يقولش كلام اللي كذوب يعطي دلائل ملموسة ورا حقو غادي يتخذ غادي يتخذ اشتركوا في القناة